ما في شك طبعاً الحمد لله اليوم القيادة اللي موجودة في الدولة أمنت بنية تحتية قوية في الدولة وهذا طبعاً كان له وكان يتراوى لي السبب الأساسي في نجاح كل المجهود اللي كان موجود لتأمين الشحن وطبعاً ما في شك نحن كطيران الإمارات وجود بنية تحتية سواء كان في مطار دبي الدولي أو في مطار المكتوم ووجود الكباسيتي هذي اللي موجوده ساعدتنا كثير على أساس أن نأمن قطاع الشحن وما في شك طبعاً هذا كان لدور أساسي في الحفاظ على الناتج المحلي والاقتصاد بشكل عام وبالذات بما يتعلق طبعاً بالشحن الأساسي سواء كان مواد قذائية أو أشياء تتعلق بالمواد الطبية اللي كانت مطلوبة خلال فترة الجائحة وطبعاً نحن من الأشياء الأساسية في تصوري أنا اللي دبي طبعاً أثبتت دورها عالمياً وجود البنية التحتية هذا أماً مسألة نقل الفاكسين لأغلب دول العالم وتأمينه بالشكل المناسب لأننا تعرف أنت اليوم أغلب الفاكسين المطلوبة في دول العالم الإشكالية الكبيرة اللي موجودة أن ما في بنية تحتية في أغلب دول الجوار وبالتالي تأمين كدستروبيوشن سنتر هني موجود في دبي هني بالكميات الكبيرة هذي من الفاكسينز ومن خلال وجود الشبكة الموجودة طبعاً لطيران إمارات قدرنا نعمل تقريباً إرسال شحنات كميات أقل للاستهلاك تقريباً اليومي لأغلب الدول هذه بما أنه ما عندها البنية التحتية لتخزين الكميات هذه بصورة كبيرة وهذا طبعاً ساعد دول كبيرة كثيرة طبعاً في أنها تحافظ على وجود الباكسينز هذا وتأمينه لرعاية الدول هذه فهذا كان طبعاً دور كبير بالنسبة لنا نحن خلال الفترة هذه والحمد لله يعني قدرنا نتغلب على الأمور هذه كلها اللوجستية ما في شك اليوم طبعاً طيران الإمارات للشحن تعتبر طبعاً من أكبر ناقلات الشحن الموجودة عالمياً وطبعاً هذا بسبب وجود السعة الكافية اليوم طبعاً طيران الإمارات أغلب الرحلات اللي نسيرها نحن ما في أقل عن 777 أو A380 فوجود تقريباً 25 إلى 50 طن على رحلات ركاب اللي نقدر نوفر على كل رحلة وطبعاً بالإضافة إلى هذا عندنا الفريتر كباسيتي اللي هي طائرات الشحن المخصصة واللي هي تقريباً تنقل واللي هي سعتة تقريباً حوالي 100 طن واللي نحن نستخدمها حق الأسواق المنتجة بشكل كبير سواء كانت شاينا أو تايوان أو اليابان أو هونغ كونغ فنحاول أن نحن طبعاً نسير الرحلات هذه إلى الأسواق المنتجة الكبيرة ونقل البضائع هاي إلى دبي وبالتالي طبعاً يتم إعادة تصديرها إلى كافة دول العالم باستخدام طائرات الركاب اللي موجودة حالياً اللي عندنا وطبعاً ما في شك أن المنظومة هذه تعتبر قوية جداً بأنك أنت اليوم بإمكانك أنك عندك الكباسيتي اللي موجودة لأغلب دول العالم تقريباً بشكل يومي ومنتظم وبالتالي هذا طبعاً يعطينا الأولوية عالمياً في اختيار طيران الإمارات كناقل أساسي للشحن أنك أنت بإمكانك اليوم توفر نقل الشحنات هذه بشكل منتظم ودائم وهذا طبعاً في حد ذاتي يعتبر إنجاز كبير للدولة وللشركة الطيران الإمارات وبإمكاننا نحن طبعاً تأمين وجود البضائع هذه على حسب الأوقات المطلوبة لأغلب العملاء اللي ينتعامل معاهم والله طبعاً نحن السنة الماضية تقريباً تم نقل ما يقارب حوالي مليونين طن من الشحن وطبعاً هذا يعتبر إنجاز كبير خلال فترة الجائحة لأن نتعرف نحن عدد كبير من الطائرات التي هي طائرات وركاب تم توقيفها خلال فترة الجائحة فوصولنا إلى هذا الرقم طبعاً كان في حد ذاتي إنجاز كبير طبعاً الدخل اللي حققناه من الشحن يقارب حوالي 17 مليار درهم خلال الفترة هذه وهذا طبعاً كان بزيادة حوالي 50% من السنة الماضية فهذا يعني يوحي بأن طبعاً خلال فترة الجائحة كان إنجاز طيران الإمارات بتسيير رحلات الركاب واستقلالها خلال فترة هذه لنقل البضائع كان ناجح بكل المعايير وقدرنا الحمد لله مثل ما قلت لك نأمن السعة المطلوبة لأغلب الأسواق ولأغلب الزبائن على أساس أن عجلة الاقتصاد التماشية وما في أي توقف فيها خلال الفترة هذه على صدد أن نحن شغالين على أمور كثيرة إن شاء الله لزيادة سعة الشحن خلال الفترة المقبلة هذه وشو الأشياء اللي نحن إن شاء الله بنقدر نأمنها لتوفير السعة هذه ولكن ما في شك الاقتصاد يترقب أن الفترة الياية بيكون الطلب على الشحن في تنامي مستمر وبالتالي طبعاً توفير السعة هذه خلال المرحلة الياية بيكون شيء أساسي وطبعاً ما في شك اليوم الاقتصاد دبي يعتمد لإعتماد كبير على الاستيراد وإعادة التصدير وبالتالي توفير السعة هذه بيكون جزء أساسي لدعم الاقتصاد خلال المرحلة الياية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر